العزلة الاجتماعية هي أولى بوادر التطرف حين يفضل الطفل المكوث في غرفته لوحده والتغيير السريع في المظهر الخارجي يضاف إلى تلك الدلالات حين يترك الإبن فجأة العنان للحيته ويرتدي الجلباب وكذلك التدهور في المستوى الدراسي ومرافقة أشخاص قد يبعثون إلى الريبة هذا فضلا عن الجلوس طويلا على الإنترنت وتصنيف العالم إلى فريقين متقابلين ما يجعل الفريق الآخر خصما أو عرضة للتجريح وتجريده من إنسانيته وينضم إلينا من الناصرة البروفيسور مروان دويري المختص في علم النفس أهلا وسهلا بك معنا بداية أود أن أسألك هل هناك أدلة علمية تؤكد على أن هذا التطرف أو التعصب نحو شيء معين يبدأ في سن مبكرة في سن الطفولة؟ اسمحي لي بالأول بس أناقش فكرة التطرف لأن هذا مصطلح اللي يطلق من قبل سلطة مسيطرة إن كانت سلطة عائلة أو سلطة مدرسة أو سلطة سياسية وتطلق هذا الاسم على كل من يخرج عن هذه السلطة فإن أنا خطأ أن نتعامل مع كل السلوكيات اللي تخرج عن القوالب المألوفية وكأنه هي تطرف لأنه دائما في نقاش بين الأهل وبين الأولاد وبين الطلاب وبين سلطة المدرسة وطبعا بين المواطنين وبين السلطة فالقضية ليس قضية علمية إنها القضية قضية قيم وقضية قضية نسبي يعني المتطرف هو يحكم عليه من قبل أو بحسب قيم زمان ومكان معين فالمستوطنات في الأراضي المحتلة هي تطرف بنظرنا وطبعا مقاومة المستوطنات هي تطرف بوجه نظر إسرائيلي ولكن بأي جيل بعدها بشكل عام تبدأ لإقصاء شخص ووصمه ووصمه نعم يعني هذا الشعور بالانتماء الديني أو الفكري أو لأي فكر كان بشكل عام بأي جيل يبدأ هل هو بجيل الطفولة أم بجيل مبكر أكثر المراهقة أو غيرها بس ليش الانتماء الديني هو تطرف يعني فيه كثير متدينين ولا يوصلوا في أنهم متطرفين أو شيوعيين ولا يوصلوا في أنهم متطرفين فخليني أوضح لك إذا بتحكي على مستوى الأطفال والشباب نعم أثناء تربية الأطفال من جيل مبكر لحد ما ينجوا ويستقلوا دائما فيه نقاش بينهم وبين أهلين يعني الطفل بالطبع يتصرف حسب رغباته الشخصية في جيل المراهقة بصير يكون قيم ووجهات نظر مختلفة عن أهلوها دائما فيه ممحكات بينه وبين الأهل السلاهل بسمه هذا التطرف بس مش حاتما هذا التطرف هذا جزء من عملية التغيير الإجتماعي اللي تحصل في أي مجتمع فالتطرف أنا في رأيه هو صفة تطلق على السلوكيات اللي هي حتمية لتطور أي مجتمع وإذا بتطلع على المجتمعات بشكل عام أكثر من المتطرفين نعملين أحدثوا ثورات علمية أو ثقافية أو اجتماعية والآخرين فإذا بتحكي على أنه وأنت الطفل بناقض سلطة الأهل أو القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع أنا أفكر كل وقت كل جيل بناقض الجيل اللي قبله عادة يعني في جيل ثلاث سنين هذا جيل اللي بتسمى جيل الاستقلالي الأول اللي بيبدأ الولد يأخذ راحته ومختلف عن إيش بده بدهن الأهل وكل وقت الأهل بيحاولوا يسيطروا أنا عادة أقول أنه شغلت الأهل يحطوا قوانين ويشغلت الأولاد والشباب يكزروها هاي هي قوانين اللعبة كل وقت طب الأهل كيف ممكن أنه يشعروا أنه ابنهم يعني يمارس عدب أو تفكير معين بشكل غير مقبول اجتماعيا يعني مثل ما رأينا الآن في التقرير هناك أطفال يلعبون بطريق يعني اللعبة هي عمليا تفجير أنفسهم فهون بسأل يعني أنه متى على الأهل أن يقرع جرس الإنذار أنه فيهون تصرف اللي هو غير طبيعي الحالات المتطرفة هاي لما بصير فيه يعني بعد شديد بين يعني النظام الاجتماعي في الأسرة وفي المجتمع وبين سلوك الولد هذا بصير عادة لما فيه غياب حوار بين الطرفين إذا فيه سلطة هل قد يقع معه مرات السلطة هي سلطة الأسرة أو سلطة أخرى لما الولد بحس حاله مقموع فبصير يعيش حالي ذاتي في داخل ويطور مواقف مناهضة أو عدائية بينه وبين نفسه وبعدين هاي المواقف تنقل وتزاح إلى محلات مرات سياسية مرات اجتماعية مرات يعني بتوقد عنوين مختلفة أنا أفكر عشان الأهل يحموا نفسهم من احتمال أنه الولد يروح لابعيد ويخاطر في نفسه أو يخاطر في غيره المفروض يكون في حوار مفتوح بينهن وبين الولد وإذا هذا الحوار كله أقد موجود والأهل بيكونوا في صدر راحب مصغيين وبخدوا بعضهم مع الولد بآراءه جديدة برغبات وبتعاملوا معها باحترام هاي الحالات مش ممكن تصير هالحالات بتصير لما الولد بيكون أمام سلطة إن كان سلطة أسرة أو مدرسة أو سلطة سياسية اللي بتأخذش وبتعطي معه ساعتها هو بتطر يفوت في داخل نفسه أو ينضم لمجموعات صغيرة ويطور مواقف عدائية اللي ممكن تأخذوا لهم حلات زي الشمال يعني الحوار هو المفتاح لحل هذه المشكلة أنا أود أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاحات بروفيسور مروان دويري المختص في علم النص يعني وقتنا انتهى ولكن أشكرك للفكرة وضحت بدون شك شكرا جزيلا لحضرتك